التوحد بعلاج النطقي في بعض الحالة يكون هذا منطقياً إتماماً لأن العديد من الأطفال المصابين بالتوحد لديهم كلام محدود أو ضعيف ومن الواضح أنهم بحاجة إلى المساعدة في تكوين الكلمات والجمل ولكن حتى الأشخاص اللفظيين الذين يعانون من التوحد عالي الأداء من المحتمل أن يتلقوا علاج النطقي هذا لأنه في حين أنه يمكنهم تكوين كلمات وجمل فمن المحتمل أن يسيءوا استخدام اللغة وإساءة فهمها على أساس منتظم ما هو علاج النطقي؟ يتضمن علاج النطقي علاج اضطرابات النطقي والتواصل مما يعني أنه مجال واسع للغاية يمكن أن يساعد علاج النطقي الأطفال الذين يعانون من التلعثم أو اللثغة على نطقي الكلمات بشكل صحيح ولكنه يمكن أن يساعد أيضا الأطفال الذين يعانون من اضطرابات النمو على فهم اللغة المنطوقة واستخدامها في سياق اجتماعي أخصائي أمراض النطقي واللغة المعتمد يتلقف عليه في الجزائر باسم الأخصائي الأرطفوني وهي كلمة لاتينية تعني علاج النطقي قد يعمل هذا الشخص في مكان خاص أو عيادة أو مدرسة أو مؤسسة وقد يعمل كجزء من فريق تعليمي يستخدمون مجموعة واسعة من الأدوات والتدخلات كذا من اللعب والعلاج الشبيه باللعب إلى الاختبارات الرسمية ومناهج التخاطب ماذا يفعل معالج النطقي للأشخاص المصابين بالتوحد يمكن أن يلعب معالج النطقي دورا رئيس في مساعدة الطفل المصاب بالتوحد على تعلم التواصل والتفاعل مع الآخرين أعتمادا على البيئة، المدرسة، المنزل، المكتب، قد يعمل معالج طفلك بشكل فرد أو في مجموعة واعتمادا على المستوى الوظيفي لطفلك، قد يركز المعالج على واحدة أو كل هذه المهارات التواصل غير اللفظي قد يشمل ذلك تعليم الاتصال الإيمائي أو التدريب باستخدام PC نظام اتصال تبادل الصور وأجهزة التحدث الإلكترونية وأدوات الاتصال غير اللفظية الأخرى لغة الجسد كيف يمكنك معرفة ما إذا كان شخص آخر يمزح أم هو جاد متى يكون من المقبول الانضمام إلى محادثة ومتى تكون المحادثة خاصة يمكن لمعالج النطق تعليم الأطفال كيفية التعرف على الإشارات الجسدية البقيقة طرح الأسئلة والإجابة عليها قد لا يطور الأطفال المصابون بالتوحد القدرة على طرح الأسئلة والإجابة عليها دون مساعدة المعالج يمكن للمعالج أن يعلم طفلك كيفية التعرف على سؤال والإجابات المناسبة لتقديمه يمكنهم أيضا مساعدة طفلك في صياغة وطرح وفهم إجابات أسئلتهم الخاصة رغماتية الكلام من الجيد أن تعرف كيف تقول صباح الخير ولكن من المهم أيضا أن تعرف متى وكيف ولمن يجب أن تقول ذلك يمكن أن يساعد التدريب العملي على الكلام أيضا طفلك على فهم معنى المصطلحات أحيانا يكون صعبا على الأشخاص المصابين بالتوحد واستخدام المصطلحات بأنفسهم علم العروض مصطلح برودة يتعلق بالصوت اللحني للصوت أثناء صعوده وهبوطه في المحادثة كثير من المصابين بالتوحد لديهم عرض مسطح مما يجعل الآخرين يعتقدون أنه ليس لديهم مشاعر يمكن أن يساعد معالج نطق الأطفال المصابين بالتوحد على بناء مهاراتهم الصوتية قواعد اللغة يواجه بعض الأطفال المصابين بالتوحد صعوبة في استخدام القواعد الصحيحة للغة سواء كان التعليم في المنزل أو في المدرسة قد يشيرون إلى أنفسهم بصيغة الغائب أو يستخدمون الأزمنة غير الصحيحة غالبا ما يعمل معالج النطق مع الأطفال المصابين بالتوحد لمساعدتهم على تصحيح الأخطاء النحوية مهارات المحادثة إن معرفة كيفية التحدث إلى شخص ما ليس هو نفسه الاستمرار في المحادثة قد يعمل معالج النطق على محاولة تبادل أطراف الحديث في موضوع يكون مشترك ما بين المصاب بالتوحد ومعالج النطق والذي يعرف أحيانا باسم الاهتمام المشترك مهارات المفاهيم لا تعكس قدرة الشخص على ذكر المفاهيم المجردة دائما قدرته على فهمها غالبا ما يواجه المصابون بالتوحد أوقات عصيبة مع أفكار مثل القليل والعدالة والحرية قد يعمل معالج النطق على بناء مهارات المفاهيم مهارات اجتماعية جنبا إلى جنب مع المعالجين عن طريق اللعب والعلاج الوظيفي والناس في مجالات محددة من الخبرة مثل العلاج الترفيهية العلاج بالدراما والعلاج عن طريق الفني والمعالجين الكلام في كثير من الأحيان مساعدة الناس الذين يعانون من التوحد لبناء مهارات التواصل الاجتماعية تتضمن هذه المهارات القدرة على طرح الأسئلة والإجابة عليها والوقوف على مسافة مناسبة من شريك المحادثة وتقييم الحالة المزاجية للغرفة أو الشخص والمزيد من المهم ملاحظة أنه في حين أن علاج النطقي أمر لا بد منه للأطفال المصابين بالتوحد إلا أنه يمكن أن يكون فيدا للغاية للبالغين المصابين بطيف التوحد بينما يركز الأطفال غالبا على أساسيات الاتصال قد يركز البالغون على أشكال اتصال أكثر دقة لأنواع مختلفة من التفاعلات الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر